السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع ابراهيم عيسى مناظرة الاربعاء قبل ما نبدأ المناظرة خلينا نكلم عن عنوان مهم عن مطمح ومستهدف ومقصد ولعل حلم المصريين في الاستقرار كلمة الاستقرار كلمة كبيرة جدا ومهمة جدا وتخاطب مجدال المصريين جميعا وبدت وهي في السنوات الاخيرة وكانه كل شيء في الدنيا يهون نتحمل ونضيق المرة من اجل الاستقرار فبدأ ان الاستقرار هو الهدف وهو الحلم عظيم ولما جزء الدولة ومؤسسات الدولة وحكام الدولة يبقوا كل هدفهم او كل نجاحهم المقدم للناس ان هم بيحافظوا على الاستقرار وكل غضبهم على اي طيار او جماعة او فكرة او موضوع او مشروع او اي شيء في مصر ما ردوا اصدادها يهدد الاستقرار ان الاستقرار ده الكائن المقدس ان المفروض كلنا نسعى الى يعني التعامل معه باعتبره الكائن المقدس الذي يمكن المساس به وهو الاستقرار فيموت اللي يموت ويضحي اللي يضحي ويعيش اللي يعيش والمهم بالاستقرار كويس لكن والاستقرار بالتأكيد اي بلد في العالم اي شعب في العالم اكيد يعني الله هو ينجح ولا يتقدم ولا يحب ولا يتجوز ولا يتعلم ولا يشتغل ولا هيعمل اي حاجة في حياته مجرد استقرار فالاستقرار والشعور بالامن والامان مسألة مهمة وضرورية للغاية واساسية جدا ولا يمكن حياة بغيرها او بدونها اطلاقا وبرضو اللي داءوا اضطرابات ما بعد يناير ويونيو يعرف كويس ايه مثل الاستقرار لكن السؤال هنا هل اللي بيحصل في المجتمع ده فعلا عشان يخدم الاستقرار هل الدولة المصرية عجلس الدولة الان تخدم الاستقرار مصر واللي هي المسؤولة عن مقدمات كثيرة جدا في ظني وعلامات كثيرة جدا في رأيي ومؤشرات كثيرة جدا في تحليلي تهدد وتهدم الاستقرار نعم انا اقول بوضوح انو اجهزة الدولة المصرية سعيا من اجل الاستقرار تهدم الاستقرار وتضع الغام في استقرار المجتمع مع نفسه خد بالك انت عارف وجهة نظري في موضوع المؤامرة ونظريات المؤامرة ودي وهم كبير جدا واللي عايز اقول لي لا ده الاخبات بيتقابروا علينا والارهابين بيتقابروا علينا هقول له انو الارهابين بيتقابروا على العالم كله هذا قابرهم مفروغ منه وانو التيار الاسلامي الظلامي والارهابي بيتقابر على الانسانية وبالتأكيد بيتقابر على مصر لكن نظرية المؤامرة المقدمة لنا مش نظرية ان الاسلاميين بيتقابروا علينا بالعكس ده الدولة بتتحالف وتعمل صفقات مع السلفيين يعني والاخوان الوقت بيلتقوا مع قيادات الامنية في المحافظات وبيعودوا في مكاتب امن الدولة يتناقشوا ويدرسوا الوضع مع بعض الزباط والقيادات الاخوان المسلمين مش ده الموضوع بقى اللي هو الاسلاميين اللي هم بعملوا امرة لا الدولة قررت تتحاول انو كل العالم بيتقابر علينا ماشي دي نظرية سخيفة وفارغة وعايزة يتمين وكأن العالم كله اكرهنا وتربص بنا مع ان العالم بيدينا فلوس ومليارات وبيدينا قروض ومنح وجي عمل لنا الكهرباء وجي بيعمل لنا الضبع والنوى وبيعمل لنا العصمة الادارية وبيعمل لنا كل ده اجانب بالمناسبة كل ده فلوس الاجانب وشركات الاجانب ويديونا ما كان نعمل بينا انفاء تحت القرص ازاي يعني بيعدينا وبيدينا معدات عسكرية ويه الوزير الخارجية المصر راح قاعد في امريكا بيطلب زيادة معاملات العسكرية وامرت ايه لكن عمهم لو ترامب جاه ونظريته انه اوباما وكلينتون والكلام اللي اللي حاشوا بيه دماغ المصريين اه راح اه راح في الوبا مع هانا دي بس مش ده موضوعنا برضو موضوعنا الحقيقي ان الدولة وهي بتدافع عن عجزها وفشلها او وهي بتبرره بدأت تتهم كل المصريين بالموامرة يعني الشعب المصري كله بيتأمر على كله لو انت رصدت تصريحات المسؤولين المصريين في الفترة الاخيرة خد السنة فاتت ولو رصدت الاعلام الامني واللجان الالكترونية اللي هي طبعا مش اغلاها جسد الامن ده موضوع ما فوش تلت التاتة كام يعني تلاقي حالة من حالات نشر الكراهية والتقليب بين المصريين وبعض انا مكلمش عال السياسيين ولا بكلم على انه هم بيعملوا عملية احماء وصعار ضد الحقوقيين وضد المشاطاء مش ده الموضوع كمان لا 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 هم بيقلبوا المصريين على بعض فئات الشعب وطبقات الشعب وهبدأ لك من الاخر من قصة الفراخ في التبرير للقرار غير الحكيم وغير المنطقي وغير العاقل وغير المدروس اللي خدته الحكومة بي الغاء او اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك وبعد يرجع التالي في كلامها وقالغة الالغاء يقول لك اصل المستوردين ممكن يعملوا مؤامرة وينزلوا سعر الفراخ ويفشلوا المنتجين المصريين للفراخ فيفلسوا كده تجار الفراخ ومزارع الفراخ بتوع منزلع الفراخ وبقى يقول لك اصل المنتجين ممكن يعملوا علينا ايه وحددوا اسعار للفراخ ويدغطوا على الدولة والتعارف المشكل والمنتجين دولا المنتجين الفراخ يعودوا مع بعض هما بيحددوا بقى سعر الفراخ واللاقي نفسنا هما بيعالوا في السعر ومش هارفين يعملونك حاجة لانا مش هارفين يستورد يعني شوية المستوردين وليس ستين في سبعين وشوية يلاقي المنتجين توجس وريبة لو كلم في موضوع الفراخ هو بس كده ولو طرفين المنتجين والمستوردين وهو طول الوقت الدولة تروج دفاعا عن قراراتها او عن الازمات اللي موجودة السبب ايه السبب لاما المستوردين عن الذين ايه وعا لاما المنتجين الذين يتقامرون ايه عايزين يحددوا ايه الاسعار ويعانوا الشعب المصري الاسعار ترتفع يبقى التجار الجشعين ولاد الذين هما اللي يعانوا يبقى التجار ومالسبب مش الدولة مش اقتصادياتها مش ادارتها مش حكومتها الى خالص يبقى التجار الجشعين فالناس لما نعرف ان التجار الجشعين والمحتكرين هما اللي بيعملوا كده نعمل ايه نعمل ايه نتراه ولما نعرف ان المنتجين دولا ممكن يغللنا الاسعار ويتحدوا مع بعض ويخلوا الشعب المصري يعاني ويرفعوا سعر الفراخ نعمل ايه في المنتجين نكرههم والمستوردين دولا اللي هم ممكن ما يستوردوش ولا قصل السعر زاد فيقوموا ويعملوا نقص في المعروض فالاسعار ترتفق نعمل فيهم ايه نكرههم طبعا نكرههم الدواء نقص الدواء غالي والدواء نقص السر ايه اصل شركات الادوية المستغلة المتوحشة في الربح اصل السلاسل التجارية بنت اللذينة بتاعت السيادلة دولا اللي هم اللي بيتجروا في قوت الناس وامراضهم اصل السيادلة دولا اللي بيستغلوا اللي بيحطينها بيخزنوا الدواء علشان يبغوا مش عارف ايه يطلع شركات الدواء هي السبب ويه السلاسل والمستوردين الدواء هم السبب ويه الصيدالي هو السبب لايهاش اي علاقة بالحكومة ولا تقططها ولا قرارات ولا اي حاجة وتقرى بقى اقرى اقرى الجحيم اللي في وسائل تواصل الاجتماعي عبر اللي جاء الالكترونية وبس الكراهية في كل الاطراف دي كراهية محمومة اقرى بقى تصريحات كل المسئولين من طول حكومة واحد واحد تصريح تصريح كل يوم الصبح تقروا التصريحات دي محملة طرف المجتمع مسئولية المصيبة اللي فيها المجتمع فايبه هو الغلطاء الطرف ده وبعدين وكلهم الغلطارين يبا شركات الادوية هي المتوحشة المستوردين هم لولاد ستين في سبعين هم اللي بتزودوا الاسعار والشعب مصري يعاني اصل الصادلة هم اللي بيستغلوا حاجة المصريين بتعمل انت فيهم ايه الثلاثة دولة تكرههم يعملوا فيك كده تكرههم تكرههم لازم تكرههم رجال الاعمال رجال الاعمال اللي بيستغلوا ما في البلد عليه من ازمات رجال الاعمال مش عايزين يتبرعوا رجال الاعمال المتوحشين في الرب رجال الاعمال اللي بيتعاملوا مع العمالة بمنتهى اللي مش عايزين مش عايزين يأمنوا على العمال رجال الاعمال اللي هم اه مطرفين وعيشوا رفاهية ومش عارف ايه وعاديين في فلل رجال الاعمال نعمل فيهم ايه نكرههم نكرههم ناس مستغلة ورأس المال المستغل فنكرههم مش مصالع مفتوحة والاف بيشتغلوا 27 مليون مواطن في مصر مش قطاع خاص لا 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 قطاع خاص مستغل طب هالي قطاع العام والحلم الموظفين موظفين مصريين سبعة مليون كتير كتير قوي احنا محتاجين مليون وبعدين الرشوة موظفين موظفين ما مش تغلش ومرتشي. نعمل في ايه بقى? نكرهه. يعني كده كرهنا الموظفين وكرهنا رجال الاعمال وكرهنا الصادلة وكرهنا شركات الادوية وكرهنا سلاسل الادوية وكرهنا بتوع مزرع الفراخ وكرهنا اللي بيستورده الفراخ ورجهنا رجال واكرهنا رجال لا لسه نكره التاني ما عندنا وقت نكره يعني ا biomينيين اللي بيزودوا البلد وساودوا عشتنا وبينكدوا علينا وبيوقعونا الاقتصاد دعمل فيهم ميل لازم نترحوا وما انطقمش دي انطقهم في ايه دولة ويقعوا البلد في هزي الاعلاميين والصحفيين اللي فيه عرضوا مريشة اللي مش عايزين مش عارف ايه وقم مش الصحفيين اللي 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 نضلوا في وجهة الاخوان مش الصحفيين اللي تقتلوا من الارهاميين اللي الصحفيين فهنكره كمان الصحفيين الاطباق اه منا مين اه خبت الاطباق عايزة ملاي فينا سرنجات والاطباق ماذا العدوة وده وقته وده وقت وقفوا قرفات احتجاجية وبدخلوا عندكم شوشي اسحاق مش افاق نكره مين الاطباق واخطاء الاطباق بقى وكل برنامج تفتح كده اخطاء الاطباق اخطاء الاطباق اخطاء الاطباق ليه عشان نكره الاطباق ليه ازاي يجرؤوا الاطباق يقفوا المستشفيات والعزين بدل عدوة ازاي الاطباق يقولوا ان احنا انضربنا من اه من امناء الشرطة ومخدناش حقيقنا ازاي بنكره الاطباق ونعمل حمل الكراهية ضد الاطباق الاطباق كده اهو الاطباق كده اهو وبنزلت امناء الشرطة يلا نكره امناء الشرطة هم السبب ونطلع حملات برضو طول الوقت محاولة تبرئة الرتب الكبيرة لنفسها تسلم لنا امناء الشرطة هم الكل البلاوي في الدنيا مصدر امناء الشرطة وكل مشاكل الامن في مصر امناء الشرطة واللي بيحصل في الاسام امناء الشرطة بالمناسبة الضباط هما اللي بيتحكم ان هم عزبوا وقتلوا. لكن اهو امناء الشرطة كل حاجة امناء الشرطة فنكره مين اي امين شرطة ده تكرهه طبعا ليه لانه كله شغال على انه مناء الشرطة ومناء الشرطة ومناء الشرطة اه المحامين مش هزيت فاوضى رايب المحامين اللي عملي ايه مقبعد ده كله وقفش هزيت فاوضى رايب وقفوا جنب البلد ده فضله بقى الحقوقيين اللي هم المتامرين والا وعملاء الدول الاجدابية طبعا طبعا فضله عن الشباب طبعا الشباب المتحك عليه المسجون الطيش اللي عايز بقى للبلد هزيت في المظاهرات عزقية وفاكر نفسه ايه فضل مين بقى من البلد كل يوم الصبح انت تصحو على اعلانات كراهية وعلى تحميل وتقليب طبقات المجتمع المصري على بعضهم وقصة قعد بقى كده تابع لو يعني عندك شوات صبر نص ساعة كده تابع تصرحات المسؤولين ونواب البرلمان وخش شوية على التلفزيون واتفرج وطبعا لازم تتفسح مصد ده كله في اللي جاء الالكتروني وتلاقي ايه بقى الاغنية ولادي اللازينة اللي بينهابوا البلد حالة تعميق للحقد وعايز يقول لمحدود الدخل والفقير والمواطن المأزوم جدا اقتصاديا دلوقتي بشكل طاحن ما تبصش للحكومة والدولة وتلومها بص الجارك الغني وكرهوا او عدي على رجال الاعمال والاحياء اللي فيها اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا البلد مش هو صاحب مصنع مش بنا مصنع صناعة لا طول الوقت استهداف تقليب الطبقات المصرية على بعضها هو ده سلم اجتماعي ده السلم الاجتماعي هل احنا قصاد مشهد بيقول لنا ان دي دولة تسعى لاستقرار او اجهزة دولة تسعى لاستقرار بلدها ده حتى ده يعملش استقرار على مستوى مؤسسات الحكم ازم الدولار يبا السبب فيها شركات الصرافة وانطردهم كما نطرد لصوصا بليل المواطنين اللي بيضربوا في الدولار الغلابة اللي المهمة ما يكونوش احنا ما يكونش مؤسسة الدولة اللي بتقصرها في القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي اللي عامل الازمات دي كلها لا الشعب الشعب ما بيشتغلش وكمان الشعب بيستيف سمعيل بيخلف مشكلة الشعب انه بيخلف وصل الزيادة السكانية والموظفين ما بيشتغلوش والعمال مش مهرة على فكر ده فيه وظائف كتيرة جدا بتطعرض بس محدش بيقدم فيها لانه هو عايزين يوعدوا وبيشتغلوش واخدوا فلوس ده اللي يعمل سلم اجتماعي في مصر ده اللي يعمل سلم اجتماعي في مصر ده اللي يحقق لنا طفرة للامام والله يقوله حتى خطوة للامام مش طفرة وطبعا مع كل ده نحي يوم نعمل تحصين لفكرة الزباط والقضاء من ايه هما فيش بقى فيش حد يقدر ينطق ولا يجي نحيطه بكلمة كل فئات المجتمع اطباء على محامين على صحفيين على ايه تطلطش اللي ما الفئات دي لا فكتنت برضه تهدد السلم الاجتماعي لانه لما بتعمل تمايز وتحصين وتضع هؤلاء بوظائفهم في موضع الطبقة فإحنا قصاد مشكلة جبارة رهيبة كل اللي ما حدش حاسس بيها ربما لانه ما فيش علماء اجتماع في الدولة في الحكومة يعني وكلنا عارفين حكومة لا تستعيب بخبراء ولا راحت لمركز بحوث الاجتماعية وقالت له اعمل دراسات مثلا عن الحل الاجتماعي للمصريين بعد ذات الاسعار او راحت لعلماء النفس وطباء النفس وسيكولوجية المصريين دلوقتي وزي نتعامل معها وزي نخفف من حمولة الضغط على الشارع البصري لا فيش كلام من ده ازاي نرطب المجتمع ازاي حرائق الاقتصادية اللي موجودة في البلد دي ازاي نطيب خاطر الناس ونطفق هذه الحرائق لا بالعكس يلا نولحها بقوانين نولحها بإجراءات أمنية نولحها بمزيد من خطوات استبدادية وبعدين الرسائل المترقدة طول الوقت ان احنا نعفو عن شوية ونسجن آخرين نعلن اهتمامنا بحقوق الانسان واحترارنا حقوق الانسان ونوم منتهكين حول الانسان ليه لانه في ارتباك في القرار لانه المفهوم وكاينه الاستقرار هو قدرة الامن على التلطيش في اي حد ده مفهوم الاستقرار في اه اه الدولة المصرية ده بقى ملوش اي علاقة بالاستقرار طبعا مش هرجع اقول بقى اه خمس وشي اناير وتعلمه الدروس لانه فيش حد بتعلم مش مهم خلاص يعني لم يعد لدينا اي امل في ان حد بتعلم من اي حاجة انما ده مش استقرار خالص تحميل كل اطراف المجتمع المشاكل اللي بتحصل دلوقتي في كل مشكلة فنحملها الى اطراف المجتمع فلو دولار يبقى شركات الصرافة يبقى المضاربين يبقى مش عالمستغلين يبقى الشركات اللي ايه يبقى رجال العوالي اللي حاول فلوسهم بايه لما يبقى اه مشكلة لا علاقة بالدوى يبقى اصل شركات الدوى اصل لا اصل الصيادلة اصل مستوردين الدوى اللي بنعد ده قصة رهيبة تودل ايه بايه تودل اللي احنا بنشوفه او على اقل اللي بيوصل لنا يعني انبارح في واقعتين انا واثق ان في اكثر من هاتين الواقعتين في طول مصر وعرضيها لكن على اقل ده اللي وصل للاعلام منه او للسوشال ميديا او للمواقع وظهرت على اه اه سطح الاهتمام يعني انا حكتلك قبل كده عن قرى قرى وحكتلك قبل كده عن اه فكرة انه المجتمع لما ينضغط عليه والمجتمع لما يعاني قصاديا ولان المجتمع دلوقت المصري عنده توجس شديد جدا من فكرة انه حتى يعرض او يختلف مع الحكومة لانه ده ممكن يهدد الاستقرار بين قصين والامان بين قصين ولسه الشعب المصري درس ما بعد يناير وما بعد يونيو من فوضى وانفلاتات ما اثر فيه جدا فيقوم عامل ايه يقوم السخط من الوضع الاقتصادي الضغط اللي حصل على المواطن المصري ورأي الموضوع هيزداد وعشان كده انا بقول ده عشان ننور بعض كحكومة تسمع اجهزة يعني لعل بعض عقلاءها يسمعوا واحنا بقى الاهم الرأي العام والمصري ياخدوا بالهم الحكاية دي شوية كتير فيحصل الانفعال الداخلي والصخط اللي جوه البني يبدأ يطلعوا على محيطه المحلي والقريب حاجة بالزبط زي ما يكون المدير بيزعق لمرؤوسه في الشغل جامد ومدايقه في الشغل وخصم له ولا شاف ايه فالراجل الموظف اللي يعني اللي اللي رئيسه في الشغل هانه او قصى عليه او زعقله زميله او قصم منه يروح البيت فاول ما يدخل البيت اللي هي بيتخارق مع مراته بيدرب عياله بيدرب مراته اللي هو مش قادر يواجه رئيسه في الشغل فبينفس فين على اللي يقدر ينفس عليهم اللي يستضعفهم اللي يقدر يطلع فيه فيهم غلبه فبالله عدوانية الان من المجتمع المصري انا بقولكو دي جلطات كتيرة هتظهر لو ما نحقناش بالهبارين انا عارف اللي فيه ناقص ادوية ما عارفش الهبارين ناقص ولا لا الهبارين ده المسؤول عن ضخ الدماء او زيادة ضخ الدم في العروق تسيل الدم يعني بيتخذ عشان الجلطات محتاجين ده ضروري اللي احنا بنشوف دلوقتي ايه بنشوف عنف جماعي متجاوز الجغرافية انواسا ايه الناس يقولك لا اصف الصيد اصف الصيد واخد على كده لا 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 انده مصر كلها والواقعتين وقع منهم في طنطة وقع منهم في اسود طنطة واسود قلب الدلتة وقلب الصيد فمحدش يقدر يقول لا اصف ده اللي هو علاقة بجغرافية المكان وطبيعة اهل المنطقة مفيش منده والواقعتين رابط بينهم حاجة غريبة جدا في طنطة كامرة محل بتكتشف انو في واحد سرق حرامي داخل سرق في المحل فيجريوا يجبوه دوروا عليه لقوه خد بالك بعملاش ده البوليس خالص وقت المبوليس كان يجي المشهد مسكوه ضربوه ربطوه في عمود وبعين بقى كلمه البوليس التصرفات دي كلها بتقول ايه واخد بقى يقول لك برضو من اللي تسمع لك اصليم ده حرامي ايه اللي ده حرامي يعني احنا المفروض لو لو شخص مجرم تبقى مجرم زيه يعني هو ده ده الاصل في الامور لو شخص انتهك حقوقك تنتاج حقوقه يبقى كده صح ده اسمه قانون ولا اسمه عدالة ولا اسمه انسانية حتى فيروح يجيبوه الحرامي ويعملوا بقى الموقف ايه اللي هو يعلقوه في العمود ويربطوه وكمان ليزداد على الجرح ملح يصوروه يبقى احنا اصاد ايه اصاد ناس قررت انها تاخد حقاها بأيديها اصاد فعل مشترك محدش ادانه ولا قال انه ده غلط اصاد حالة انتقامية وعدوانية فجيبو الحرامي بدل ما وديه الاسم اه اربطه في عمود وجرسه وطبعا وانتهك حقوقه يعني واضرابه يعني والامور تمشي في طريقة دي ربح نقطة كمان هنا انه فعل جماعي غير مستنكر من قبل الاخرين وفعل علني واصحابه وده بقى نقطة الخمسة كمان والقائمين على هذا الفعل في محل فخر بنهم بيعملوه بنهم بيعملوه هذا الفعل وهذا التصرف لو نفتكر بعد يونيو وبعد يناير كان فيه قرى لما بتبسك نصوص تعلقهم وتضرابهم وتسلقهم وحاجات كده برضو بشكل جماعي وكوننا بنقول لي ده دليل ايه دليل غياب الام التفلط اللي موجود في المجتمع اه العدوانية اللي بيتمنتشرة قال له لما تبقى المظاهر دي موجودة دلوقتي ده دليل ايه هو نفس الدليل يعني هل في حالة اه اه تقول لنا ان ده استقرار ان الناس في قرية يعملوا موقف زي ده او في مدينة يعملوا موقف زي ده لو يحصل في اسيط نفس المشهد الاسباب بقى حد يقول لك الصدعاكس لا يقول لك ده كان يحاول يسبتهم يحاول يسبتوه ان ده ما يحصل يحصل يعقاب على طريق ايه ضرب علقوه رابطوه في شجرة المرض بقى مش عمود عاريا جلدوه ايه ده يعني الافعال دي كلها انا مش عايزين نبص كتير للمشاهد دي يا جماعة الافعال دي كلها افعال بتقول انه عندي مجتمع عدواني مجتمع جوا عنف مجتمع بيمارس عنف جماعي مش عنف فردي مجتمع فاقد الثقة في الاجهزة الامنية انها تاخد حقه او تقتص او ترجع اه اه حقوقه فبياخدها بايده فبقى مجتمع يعلي من الانتقام الشخصي ويحوله الى مصار اعجاب وفخر وتباهي مجتمع ما عندوش مشكلة في انتهاج حقوق الناس لدرجة ان يعريهم ويعزبهم اللي هو كلام مدان اصلا لما احنا بيحصل ده من الشرطة بنودينه ونقول ده انتهاج الحقوق الانسان والمواطن نفسه ينزعج جدا ويهاجم الداخلية على اساس انها بينفوخوا الناس في الاسمع ويعزبوهم لكن هو نفسه يعلق ويعزب وصيب بذات العدوى ونفس الحكاية برضو اضرب وعزب وعمل بدون اي تحقيق وبدون ما يعني متقب يوثبت براقة ولا اي حاجة يعني دفس التصرف المدانة بالشرطة يعملوا المواطن عادي او جماعة من المواطنين وهنا المشكلة بقولك جماعة ده مش فعل فردي مش حادث فردي وبقولك ده حادث علنية مصورة يعني مزيد من الانتهاج والاهانة يعني فيه رغبة محمومة مش انه بس زي ما يحصل لهم يضربوا رجل ويلبسوه اميس نوم ويجرسوه في القرية ويمشوا بيه ويصوروه يعني ما بقاش فيه مش مجرد فعل عدواني وبس فيه فعل عدواني مرتبط باهانة مرتبط بفتح مرتبط بعلانية مرتبط بانه يبقى جماعي يعني فيه حالة من الحالات اللي تستدعي منا جميعا ان نتوقف متأملين هذه المشاهد لانها كثيرة ومتعددة ومظاهرها واحدة بقولك مظاهرها زاولة في طنطة وفي اسيوت وبرضو الربط بعبود هنا الربط بشجرة التصوير هنا التصوير تعريه والجلد هنا الضرب ايا كانت الاسباب اللي دفع لذلك ده معناه ان انا عدي مجتمع ايه مستعد للعنف ويمارسه ومش فرض اللي بيمارسه ده مجموع من الناس زينا يطلع بعد صلات الجمعة اطلع الراجل الشيخي يسخن ويقول كلام طائفي مذهبي ارهابي فيخرج صبية واطفال ومجموعة من المراهقين ومواطن القرية يروحوا يضربوا مبنى لاحد احد العائلات المسيحية الصديق بيصلوا فيها حاجة مزيئة مزيئة وشان برضو قد دلوقتي اللي يزعج اي مسلم في الدنيا انه في مسيح بيصلي لربه شيء رهيب شيء رهيب لكن تعمل ايه في السلفية الوهابية الايمة على الكراهية يعني بيدفع اناسا الى كراهية ناس تانية بتعبد ربنا هي هو هو معترض على انه البيت ده بيتحول الى كنيس او مزبح للصلاة لله يا خبر السود على ما وصلت الي مجتمعاتنا من الحضار وده بشكل ايه ما سياك برضو من الاخوة لابطل ما يحبوش يقولوا يعني بقولوا الوضع كويس كل حاجة جميلة وبتاعتدنا عليهم اقباط امن الدولة دولة كتير لكن في المجموع القبطي اللي عام في مصر معرفيه الوقاع دي كل يوم مش كل يوم يعني كل فترة وكل شهر لا يخلو شهر من ذلك ده معناه ايه؟ معناه عدوانية ايضا معناه فيه مجتمع مقرر هنا تحت غطاء الدين بقى انه يخرج يضرب ويعتدي بفعل جماعي علني مصور عدواني ده يعني ايه ده؟ ده كتير قوي ده كتير الناس في المجتمع المجتمعات الزكية النصحة بقى والدول الشطرة الشطرة الزكية النبيها اللي مش عايش حياتها على طريق الزباط الامن وبس لا على طريق خبراء الاجتماع علماء النفس المحنين السياسيين ياخدوا بالهم من مستصغر الشرر ده بقى ده اسمه مستصغر الشرر ده لما يظهر هنا وهنا 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 يبقى علامة ما زي الطبيب الشطر كده لما يشوف حبوب ما مثلا وبثور ما على جلد يقول لا ده فيه ميكروب جوا يعملوا لي مزرعة مش عارف ايه ليه؟ لانه قدرك انه تمت اعراض شكلها بسيط خالص حبايا طلع كده تحت الباط وانه مش كده دكت مش عارف ايه فقد يعني يحتسب الدكتور اللي دي ممكن تبقى لقدر الله ورم خبيث فاسعى ورقها اللي تحليلها ده اللي بقول عليه بقى تكون مجتمعات نبيها شطرة زكية ولما يكون الدول قائمة على عقول سياسية مش عقول امنية تدرك ان المظاهر دي مظاهر مقلقة فتلحق تعالجها مش تنكرها او تجمع تجمع عنها تجمع عنها ايه اوه الناس بتضل في الشهرة بتتعلق ايه لا ما تنكرهاش وتعتبر اللي دي مظاهر لابد من علاجة اولا لابد من دراستها لا يمكن يكون الحل هات عربية ابني مركزي وانزل يا جدع في قرية طخي 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 ياد دي شافت انت هالا لم يالا بتاع والنسوان تعيط والرجالة تجري والعالي عياطه واش عارف ايه وبقى نروح نياما نشوف مين البريء ومين المتهم مين اللي اتخذ غلط ومين اللي اتخذ صح ونوها تبقى الشغالين في القصة دي ده مش علاج ابدا اللي فاكر ان العلاج بعربية ابني مركزي ده مش علاج ابدا العلاج اعمق من كده بكتير اعمق من كده ويجي من فوق عن كده خالص يجي بالرؤية السياسية اللي تلحق يعني تفسد الدم الفاسد او تنقذ الجروح من الاتساع وترطب الحروق من الالتهاب اللي فتعمل ايه فتعمل سمات ومؤسسات الاستقرار الحقيقي لان في فرق بين الاستقرار الهش والاستقرار الحقيقي ان انا بس مع التصريحات مسؤولين الدولة الملحة طول الوقت مصر في خطر مصر في خطر المصر مستهدافة مصر مش عارف ايه انتوا عارفين زروف البلد عارفين زروف البلد عارفين زروف الامنية زروف الامنية زروف الامنية على طول بيجي ليقين كامل ان ده استقرار هش لدرجة الاجهزة الدولة مغضوضة من اي شيء ممكن يحصل محسن الاستقرار الهاشي ده كله فيش يروح يبادى استقرار قوي يبادى استقرار وصق من نفسه يبادى استقرار صلب لا فمسعانا جميعا اظن انه مسعانا جميعا يعني جميعا شعبا وحكومة ما فيش بني ادم اتصور في مصر في موقع المسئولية او مواطن عبر سبيل في الشارع الا وهم الرئيسي انه مصر بفيه استقرار حقيقي لان الفارق بين الاستقرار الحقيقي والاستقرار الهاش والفارق بين دولة يمكن ان تعيش حياتها كلها مريضة وبين دولة يمكن ان تعفى وتشفى وتصح وتتقدم وتسعد وهذا ما نريد لبلدنا لا شيء اخر ولا احد مننا جميعا من تسعين مليون فيما عدا يعني الارهابيون من بيننا ما فيش حد فيك يا مصر الا ويتمنى لهذا الوطن ان يكون وطنا سعيدا الى فصل